ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل غداً إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد رؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية ويبحث القادة الثلاثة وفقا للوكالة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنصيق المواقف لحجد الدعم الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية